نتكلم مع حضراتك الآن عن مخاطر التغيرات المناخية اللي بتهدد نص الكائنات على هذا الكوكب حقيقة كشفت عنها الدراسات العلمية المتخصصة ومع كل ارتفاع في درجات الحرارة بيزيد الخطر وبتهدد التغيرات المناخية كائنات أكتر والخطر كمان بيقرب من البشر أكتر عن مخاطر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي هيكلمنا دكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة اللي منوارنا صبع الخير عليك يا دكتور صبع الخير يا فانتيم صبع الخير على حلقة على جميع مصر يا أهلا بك يا فانتيم في البداية أعزين أن نفهم الناس يعني إيه التنوع البيولوجي وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي تمام يعني أنا أشكر حلقة طبعا على إنnos نبدأ بكذا نبدأ نعرف إيه التنوع البيولوجي وببساطة جدا جدا وجدون ند cruel في تفاصيل علمية هو التنوع البيولوجي هو كل أشكال الحياة على سطح كق com est يعني كل الكنانات الحية اللي ربنا خلقها من أول الكنانات الدقيقة الكنانات الصغيرة اللي هي ممكن حتى تتسابي الأمراض مرورا بالكنانات الأكبر حتى الإنسان وحتى البيئة اللي حوالين الإنسان لأن التنوع البرج مش بس الكنانات هذه الكنانات فقط لأن هذه الكنانات ما بتعيش في الفراغ بتعيش كمان في البيئة والجزء الغير حي اللي حوالين منها زي طربة زي المياه وخلافه فالتنوع البرج هو الكنانات الحية بالبيئة اللي عايش جواها أو بالجزء الغير حي اللي عايش جواها والتناغم والتفاعل اللي بيحصل ما بينهم وبين بعض وما بين البيئة الغير حية والبيئة الحية هو ده التناغ على البارش طيب نبسطها أكتر معلش عايزين نفهم أكتر عن الموضوع ده كل الكائنات اللي عايشة على صفحة كوكة بالأرض هو ده التناغ على البارش الكائنات دي عشان تعيش محتاجة بيئة تعيش فيها محتاجة جزء غير حي محتاجة تربة محتاجة جيلوجيا محتاجة فيه كيانات محتاجة تحفر خفر في الأرض فيه كيانات محتاجة تطلع تستخبى في جبال فيه كيانات محتاجة تأكل محتاجة تشرب محتاجة ملجأ تستخبى فيه كل ده التناغم ده والعلاقات دي كلها هي دي التناوع البولشي الأشكال الحياة دي والكيانات الحية اللي ربنا خلقها من نباتات وحيوانات سواء كانت الحياة دي أرضية أو بتعيش على يابسة أو بتعيش في المياه دي دي التناوع البولشي طيب، ربنا خلق الكينات دي لتساعد على بقاء الانسان على سطح الكوكب دورة حياة بالزبط كده الكينات دي ليها دور متناور بجانيا يا ليه دور في الحفاظ على دورة المغازيات اللي موجودة في الكوكب درجة حرارة الجو لدور تركيبة الغزاء الإغلاف الجوي لها دور غير الخدامات التانية الخدامات السياحية السياحة الماسيلي تيجي مصر اغلب السياحة السياحة الشيطية التيجي عندنا مصر تيجي تفرج على شعور المرجنية كانت حية عيشة في بيئة بحرية هي جزء من التنوع البيولوجي فده من ضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الروحانية كمان حتى كمان لأن فيه ارتباط كبير جدا حتى في مجتمعات كثيرة جدا ومما فيها حتى المجتمع المصر القديم كانوا بيقدس بعض الأنواع من الطيور وبعض الأنواع من الكنيات الحية فالتنوع البيولوجي بيقدم خدمات منها التروحية منها الثقافية المرتبط بالثقافات الناس منها السياحية منها حتى الخدمات اللي بتحافظ وتدعم بقاء الإنسان على سطح كوكب الأرض. وعلشان كده يعني من هنا تنبع الخدمات التنوع البيولوجي. فيه خدمات تانية طبعا واضحة وأكثر وضوح. اللي هي الخدمات التموينية. الخدمات المباشرة. المصدر. مصدر الغذاء. تنوع بيولوجي. اللبس. خصوصا اللبس اللي كون جاي من المصادر طبيعية. يعني بتهات. ده تنوع بيولوجي. حتى الدواء. الدواء. فيه تأرير نشرته منظمة الصحة العالمية. بتقول أن تلت تربع الأدوية الأكثر استخداما هي جاية أصلا فيها مصادر من التنوع البيولوجي. من كينات حية. حتى أدوية السرطان. أغلب أدوية السرطان. إما تحتوي على مركبات طبيعية أو مركبات مستوحى من الطبيعة. فالتنوع البيولوجي بيقدم خدمات كتيرة جدا جدا للإنسان. علشان نحافظ على بقاء الإنسان. وعلى عشان الإنسان يقدر يعيش في هذا النظام البيئي على الكوكب الأرض. محتاج هذه الكينات اللي بتقدم له خدمات تساعده في صحته وفي غذائه. حتى في خدماته التروحية. حتى في الدخل الاقتصادي. لأن أنا لما يكون عندي تنوع البيولوجي مرتبط بسياحة باقيية. ومرتبط بسياحة باقيية دي من أحد أنماط السياحة اللي بدخل فلوس كويس جدا. يبقى دي برضو حتى مرتبط بالاقتصاد القومي. مرتبط حتى بزيادة الدخل القوم. عشان كده دكتور لما نقول إن التغيرات المناخية بتأثر على الإنسان في كل مناح الحياة. فهي بتأثر بالفعل في كل مناح الحياة. دلوقتي ها leventure تأثير التغيرات المناخية على التنوع على البيولوج Jet. تمام. هو طبعا التغيرات المناخية يعني أعتقد دلوقتي مش محتاجين. إحنا نعرفها أعتقد شعب مصر كله عرف يعني تغيرات مناكية. وده حاجة كويسة جدا. ونحن نشكر فيها الإعلام على قيام بضوره في رفع الوعي والتوعية بيعني تغيرات مناخية وإزاي التغييرات المناخية تتأثر على كل شيء فطبعا بما في ذلك طبعا الكائنات الحية اللي عايش على كوكب الأرض التأرير للأسف الشديد التأرير اللي بتعملها الهيئات العلمية سواء الهيئة العلمية المعنية بتغير المناخ أو الهيئات العلمية والمنابر الحكومية العلمية المعنية بتتنوع البولجي للأسف كلها أرقام صادمة وأرقام مفزعة للأسف الشديد التأرير بتقول أن بسبب التغيرات المناخية على أقل نصف نصف الكائنات الحية اللي عايشة على كوكب الأرض حصل تغيير فيها ياما في شكلها ياما في طريق تكسرها ياما حصل حتى تغيير في المكان اللي بتعيش فيه حصل هابيتات شفتة أو أو تغير أو اتجاه أو انتقال في أماكن اللي بتعيش بتاعها الماكن اللي بتعيش فيها وده طبعا ببساطة هيؤثر طبعا تناول باليش طبعا ببساطة ارتفاع درجة الحرارة بيخلي كتير جدا تبحث عن الحرارة سواء حتى على اليابسة أو على البحر حتى كنات البحرية بدأت تتحرق نحية الأقطاب ونحية الأعماق الأكثر دفئا الكنات الغريبة والغازية بدأت تتحرق نحية الدفء فطبعا دمعنا لما كانت تتغير مواقعها وتتغير الهابيتات بتاعتها والأحداث المتطرفة اللي بتيجي بقى مصاحبة للتغيير المناخ سواء كانت سيول جارفة أو حتى العكس الجفاف اللي بيحصل ده كل ده بيساعد على أو بيؤدي إلى ضغوط كبيرة جدا على الكنات الحية اللي عايشة على الكوكب الأرض ده خلى التنوع البيولوجي أو خلى آسف خلى التغيرات المناخية هي واحدة من خمس أسباب رئيسية خمس أسباب رئيسية بتؤدي الفقد في التنوع البيولوجي الفقد يعني في التنوع البيولوجي يعني أنا كل يوم بفقد كيانات كتت حية أنا كل يوم أو كل يوم عد علي كان فيه قبل كده كيانات كتت موجودة معايا عيشة معايا وبتقدم دورها اللي احنا تكلمنا عليه لكن أصبحت مش موجودة الفقد ده التقارير الهنمية بتقول أن الفقد ده في الوقت فقدنا حلقة من السلسلة فقدنا حلقة وحلقة همهما جدا وللأسف الشديد بمعدلات أكبر من أي فترة تاريخية مضت في تاريخ البشرية التقريب تقول أن ألف ضعف نفقد كائنات حية ألف ضعف من أكثر من أي فترة تاريخية مضت في تاريخ كوكب الأرض وده للأسف الشديد التقريب بتؤكد أن تأكد متوقع أنه يستمر طول ما إحنا لسه تشتغل زي ما إحنا طول ما ما فيش اهتمام بالأزامات البقية لأن الحقيقة بتقول برضو أن إحنا بنعاني من ثلاث أزمات بقية بيهددوا كوكب الأرض بيهددهوني أنا كإنسان وبقاء على سطح كوكب الأرض التلاث أزمات طبعا هي فقد التنوع البيولوجي والتغيرات المhanوخية والتلوث التلاث أزمات دول مع بعض بتأثيراتهم مرتبطة مع بعض تغيروا المناخ زي ما هو الأخرى تأثيرات سلبية وتأثيرات كميرة جدا جدا عن التنوع البيولوجي التحاط التنوع البيولوجي ممكن يكون حل ممكن يكون حل لأن التناول بريشة زي ما قلت الحراك بيقدم خدمات أحد هذه الخدمات هو تنظيم غازات الغلاف الجوي وانتصاص غازات سانيوكسير الكربون عن بعثات الكربون من الجو فالعلاقة متربطة والتأثيرات كبيرة جدا بين الاثنين والاثنين أحد المشاكل اللي بتهدد الإنسان للأسف شديد فيه طيب لو تكلمنا بقى عن الوضع في مصر إيه الكائنات الحقيقة المهددة بالانقراط خلال الفترة دي هو طبعا زي ما حرقكم عارفين ده بيخلي طبعا ده أكيد عامل محدد لسراء التناول بريش وبالرغم من ذلك احنا يتم تسجيل ما يكره من 30 ألف نوع من الكائنات الحقيقة بتعيش في مصر طبعا يمكن أبرزها وأكثرها تماميزا طبعا الكائنات اللي بعيشة في البيئة البحرية زي الشعاوي المرجانية أسماك الشعاوي المرجانية الأسماك العيشة الواحدة اللي بتوصل لأكثر من 1200 نوع من الأسماك فيه أكثر من 320 نوع من الشعاوي المرجانية التأثيرات طبعا زي ما قلت نتيجة ارتفاع دراجة الحرارة وغازات الاحتباس الحراري بدأ يحصل تغيير في بيئة الكائنات دي وبدأ تحصل أنها تنتقل إلى أماكن غير الأماكن وانتقالها ده يمكن أن يؤدي إلى أنها تتعرض لضغوط غير اللي كانت بتتعرض لها أدى إلى زيادة دخول بعض الأنواع الغريبة والغازية لمصر زي مثلا ده في كائنات البحرية زي مثلا زي سمكة البعوض التغيرات دي طبعا بتؤدي في البحر بتؤدي ارتفاع دراجة الحرارة يؤدي إلى ما يسمى بظاهرة بيضاد الشعاب المرجانية واللي ده مش موجود عندنا بالشكل الواضح زي موجود في أماكن كتيرة جدا في العالم لأننا الحمد لله الشعاب المرجانية بتاعتنا أكثر مرونة من أي شعاب مرجانية في العالم كله التغيرات بتحصل على الأرض أو حيوانات اليابسة يكفي أن الله حالك أن فيه دراسة نشرت قريبا درسة الأنواع الأستاديات المتوطنة يعني الأستاديات اللي عيشة في المنطقة بتاعتنا احنا بس الدراسة دي شاملت منطقة شمال أفريقيا كلها للأسف الشديد الدراسة دي قالت السريات اللي هي مش موجودة غير عندنا بس أو في منطقة شمال أفريقيا بس في حلول قبل 20.50 هنفقد 17% منها كل ده بسبب التغيرات الجفاف الشديد الفلد أو الأحداث التي تطرفها ارتفاعات دارة الحرارة اللي ممكن تسبب بعض الضغوط الحرارية على بعض الحيوانات فيها حيوانات ممكن تنفق أو تموت بسبب بس الضغوط الحرارية وتأثيرات هذه الضغوط الحرارية على محزونة طاقة عند الحيوانات دي للي هي مش بتعودة عليها فطبعا تأثيرات كبيرة جدا على التناول بس أعتقد أن الكائنات البحرية أقل تأثرا من الكائنات الموجودة في اليابصة والله حلالك هو بصلة و تأثير بتاع الهيئة العلمية أو الهيئة الحكومية العلمية بتاعتقال مناخ قالت إن التأثيرات تتضاريل مناخ طالت كل الأنواع اليابسة والبحرية في كل مناطق العالم لم تسلم منطقة من تأثيرات التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وحتى ارتفاع منسوب المياه البحر اللي بيهدد بإغراق البيئة السحلية واللي بيهدد بدأت في الدلتة عندنا لأسف شديد يعني زي ما يمكن حركة عارف ويمكن بعض المصريين دعا تبقى أصبحتها عارفين أن مصر برغم أن هي لا تسهم إلا بما يقارب 6% أو تزيد قليلا من إجمال بحثات غازات الكربون أو غازات الدفيئة إلا أن هي مصر من أكتر المناطق عرضة وخاصة من الدلتة فمن ضمن التأثيرات برضو تهديلات بإغراق الدلتة تهديلات اللي بتحصل دوقتي ولا تحصل بتسرب المياه الملاحة بالنتيجة ارتفاع منسوب المياه البحر كل تسديد طبعا بتؤثر والمياه الجوفية كمان الموجودة والمياه الجوفية بتؤثر طبعا على المياه الجوفية للأسف شديد التأثير برضو بيقول إن إحنا للأسف شديد دخلين في أزمات مش إحنا بس يمكن كل العالم لازم هيعاني في فترة من فتراتها على الأقل شهر في السنة لازم هيعاني من نضرة المياه وطبعا ده تأثيرات ده برضو على المياه الجوفية ونضرة المياه الجوفية تأثيرات كبيرة جدا بتقول إن إحنا لازم لازم العالم كله يتحرك ولازم يشتغل بجد طيب إحنا عايزين نوضح كمان تأثيراتها على المحاصيل الزراعية يعني تأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي اللي بدوره بيأثر على المحاصيل الزراعية والله زي ما قلت الحدف هو تأثيرات طالت كل الأنظمة طالت كل البيئات طالت كل الأنواع بما فيها طبعا الأنواع المحاصيل الزراعية يعني أنا يمكن عشان إحنا وزارة بيئة فهمش نتكلم بتفصيل أكتر عن المحاصيل الزراعية لكن طبعا في مجولات بتتم طبعا وزارة الزراع بتم مجولات كبيرة جدا لإستنباط محاصيل وإستنباط أصناف تحمل بقى بس أكيد في تنسيق مستمرة فيه طبعا تنسيق طبعا فيه شغل بيتم إحنا يمكن وزارة البيئة مع وزارة التخطيط أصدرت في فبراير الماضي ما يسمى بمعايير الاستدامة البيئية اللي بتشتغل عليه كل الوزارات وفيه شغل طبعا بيتم على نطاق الدولة وعلى نطاق الحكومة لتصدي طبعا لتأثيرات التغيرات المناخية في كل قطاعات وخاصة من قطاعات الزراعية لأن قطاعات الزراعية زي مقطع حالك الدلتا معرضة أكثر بشكل يعني منطقة الدلتا واحدة من أكثر ثلاث مناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية ففيه تنسيق فيه مجلولات بتنمي وزارة الزراعة لإزاي نتكيف مع هذه التأثيرات صنبة محاصيل اللي هي قدرة على مقاومة الملوح اللي هي قدرة على مقاومة ارتفاع دارة الحرارة لأن لازم فعلا زي مقطع حالك لازم العالم ومنهم مصر يشتغل من الآن علشان فعلا نقدر نتغلب على هذه المشاكل اللي بتهدي البقائي وبقاء حضرتك وبقاء نقودين عاصلات حكي أو كبه طيب الفيروسات هي أحد مكونات النظام البيئي طبعا هل ارتفاع درجة الحرارة بيأثر على الفيروسات ومن ثم ممكن نشهد أمراض جديدة بتطلع؟ ده هو ده اللي بيحصل دلوقتي بالفعل ده اللي بيحصل دلوقتي بالفعل يعني يمكن إحنا طبعا لسه دلوقتي الحمد لله نتعافى أو تعافينا الحمد لله من أزمة جياحة كورونا الدراسات والتقارير اللي درست الأزمة والجائحة وزيك وكيف نشأت بتقول إنه فيه ارتباط كبير جدا يعني هو يمكن توضى معروف من زمان لكن الكورونا كانت وضحته خلت الناس أدركت فعلا فيه ارتباط كبير جدا بين تغيراته المناخية زي ما قلت الحركة إن ارتفاعات في درجة الحرارة بتخلي كائنات تنتقل من مكان لمكان وبتأثر على معدلات انتشار اللي بيسموها الفيكتورس أو نقلات الأمراض وبالتالي ممكن تنقل أمراض من مكان لمكان التغير اللي بيحصل في التنوع البوليش والنظمة الإيكولوجية اللي بيخلي والزحف العمراني ووصولي إلى أماكن ما كنتش بوصلها بيخلي الإنسان يتعرب لأمراض ما كانتش بتعرض لها قبل كده ومنها طبعا الكورونا ده فيروس موجود بسهولة جدا موجود مئات الفيروسات من الكورونا في الخفافيش أنا نتيجة أوربي أكتر أو نتيجة أنه هو انتقل من مكان لمكان نتيجة الفيروس انتقلت تعرضت لهذا الفيروس الجديد الفيروس الجديد اللي هو بالجديد بالنسبة للجسم البشر الجديد بالنسبة للجسم المناعي فكان بسهولة يحدث مشاكل صحية كبيرة جدا على الإنسان وبالتالي يعني إجمالا بنقول أن الأحساسيات بتقول أن تلتين الأمراض اللي بيعاني منها الإنسان أو الأوباء اللي بيعاني منها الإنسان تلتينها جاي من حيوانات وتلت تربع الأمراض النشئة الجديدة اللي احنا بنعاني منها الكورونا الزيكافيروس الإيدز حتى كل الأمراض دي كلها ثلاثة ربحة جاي من الأمراض الجديدة جاي من حيوانات وأغلبها حيوانات برية نتيجة أننا لا أحافظ على التنوع البيولوجي لا أحافظ على الوقت بالتنوع البيولوجي وبالتالي التغيرات المناخية مع الفقد في التنوع البيولوجي مع تدمير البيئات دي كلها عوامل بتؤدي إلى ظهور أمراض جديدة الإنسان لم يكن شعرفها هي أمراض معروفة في الحال البرية لكن الجسم البشر ما عرفهاش وتاني برضو دي تعتبر أحد أهم التدعيات بتاعة التغيرات المناخية والأزمات البائية هي الأمراض المنشئة الجديدة اللي بتحصل كل شوية طيب أنا كمواطن هل علي دور في الحفاظ على التنوع البيولوجي أنا مش مسؤول دلوقتي طبعا طبعا يعني برضو ده سؤال رائع وأشخص حرك عليه طبعا اللي أن هي مسؤولية الحفاظ أو تصدي بقى لكل الأزمات البائية اللي احنا بنتكلم عليها الأزمات البائية اللي بتهدي للعالم كله هي مسؤولية الجميع وهنا يعني ببقش بالمسؤولية من على ظهر الحكومة ولا على ظهر وزارة البيئة لا طبعا لكن هي فعلا مسؤولية الجميع مسؤوليتي ومسؤولية كل الجهات الحكومية مسؤولية كل الوزرات المعنية وده بيحصل تنسيق بينهم على شين خطر نحل المتصدى ومسؤولية حتى كل فئات المجتمع احنا كل استراتيجياتنا الحالية في الدولة كلها والخطط بتاعتنا وسياساتنا قائمة على ان كل كل دور شراكها مع الاقتصاد الخاص شراكها مع المجتمع المدني وحتى المواطن المواطن مسؤولية المواطن ايه بقى ابسط شيء او اقل شيء ممكن نتوقعوا ان الايجابية الايجابية بمعنى ان انت لو لا تساهم يعني احنا المشاكل اللي بتحصل دي كلها والظروف اللي بتحصل دي كلها كلها بسبب الممارسات البشكلية بتاعتي فانا بطالب كل المواطنين ان ما تكونش جزء من المشكلة يعني ما تكونش جزء من القاء المخلفات سلوكياتنا بتفرق سلوكياتنا طبعا في المخلفات سلوكياتنا في الانتاج وفي الغذاء والاستهلاك المستهلاك والاستهلاك المستهلاك كن ايجابي وحتى لو لقيت مشكلة بلغ بلغ في صفحتنا طبعا الناس كل هذه الوقت اللي عندها سوشيال ميدي صفحة الوزراء بتطلقى العشرات والمئات من الشكاوى وبنستجيب لها وبنستجيب لها كلها فانت لازم ما تكونش جزء من المشكلة وعايزين كل واحد يكون جزء من الحل جزء من الحل يعني انت مش لازم تكون يعني مش لازم برمي مخلفات فكل حد مش لازم اقطع نباتات مش لازم احترم حق الحيوان في العيش الحيوان كل الحيوان بما فيها الحيوانات البرية وما في ذلك حتى الحيوانات الضلة كل الكينات اللي ربنا خلاها ليه حق ان هي تعيش احترامي للبيئة واحترامي للطبيعة ده أبسط شيء ممكن أتوقعه طبعا من المواطنين عشان كلنا مع بعض لأنها منظومة واحدة كلنا مع بعض نقدر نتصدى لهذه الأزمات ونقدر نتغلب على هذه الأزمات عشان تاني بقول عشان نحافظ على فرص بقائنا صحيح طبعا احنا كلمنا عن دور المواطن نختم بقى بدوركم بقى دور ده اللي حفاظها لتنوع البالوج وإحنا متمين بهذا الملف وكان واضح الكلام ده من خلال اهتمامنا بالمحميات الطبعية الموجودة بالضبط طبعا بص حرك يعني احنا الفترة الأخيرة وده كلام حقيقي والله يعني الفترة الأخيرة بنشهد دعم سياسي غير مسبوق لقضايا التنوع البالوج يعني احنا لأول مرة تقريبا في مصر بنشوف رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية بيتكلم عن التنوع البالوج في الجمعيل العمومية لأولم المتحدة نشوفنا رئيس الجمهورية بيتكلمه هو عن التنوع البالوج هو بيسلم قيادة المؤتمر التنوع البالوج قيادات المؤتمر أطراف للتنوع البالوج بيسلموا للصين. ففيه اهتمام كبير جدا على كل مستويات الدولة بالتنوع البيولوجي. احنا عندنا في وزارة البيئة عندنا ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي. اللي هي بتحط الاليات والاستراتيجات اللي احنا بنشغل عليها لغاية 20-30. اللي احنا نحدثها قريب ان شاء الله لما يحصل تحبيث الاستراتيجية العالمية على مستوى العالم هتحدث قريب ان شاء الله. عظيم. اول بتتمسل اكتر من 14% من مساحة مصر. بتضم كل النظم الايكولوجية بتاعت اليابسة والبحرية وخاصة النظم الهشة زي الشعاب المرجانية. احنا عندنا شعاب المرجانية نظرا لتميزها. احنا عندنا تقريبا اغلب الجزء لأكبر اكتر من 70% تقريبا منه. شعاب المرجانية محمي. عظيم. المنجروف عندنا كل المنجروف اللي موجود في مصر لنظرا لدوره وقدورتها مستوى كله محمي. قضايا الوعي. لها دور كبير جدا. عظيم. وده بأكت زي ما حضرتك قلت ان هي المسئولية مشتركة ما بين المواطن وبينكوا في وزارة الزراعة والمسئولين. بنشكر حالك طبعا شكرا جزيلا. شكرا جدا. شكرا جدا. رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة شرفتنا. شكرا. شكرا لحضرتك.